اشتركوا في القناة راح يكون للترند بالفترة الجاية وراح يظلم تقريبا اي جهاز راح ينزل بعده شباب انتو عرفتوا اياي بالفترة الاخيرة خصوصا هذه السنة ان شركة فوبو طورت من كويلاتها وتحديدا مع كويلات او بودات الارغوس تذكرون انا نزلت تقريبا حلقة كاملة وتكلمت ممكن باكثر من المناسبة واكثر من ريفيو عن بودات الارغوس اللي انزلت لو بذكركم فيها اللي انزلت مع اخر فيديوين او اخر جهازين من شركة الفوبو اللي هو مكان والارغوس بي 2 والارغوس جي 2 صراحة بودات من اروع ما يكون ان كان على مستوى الكواليتي والجودة والطعم يعني اذا انا بعطيكم مثال انا هذا الرفيو اصلا قاعد استخدم فيه بود مستخدم من ايام الجي 2 والبي 2 انا قرد يعني ما استخدمت بود جديد انا مستخدم هذا البود من ذي كل ايام وراح انتكلم بهذه النقطة ان شاء الله بقى وقت ثاني لكن شنو ممكن يكون هذا الجهاز اللي ممكن من بعد ما انا قلت عن جهاز البي 2 من شركة الفوبو اللي هو الارغوس بي 2 قلت هذا فخر صناعة شركة فوبو او من افضل اجهزة شركة فوبو اللي نزلتها شنو ممكن شي يديد ممكن ينزل على اساسها بو فارس قاعد يقول لك الحين ان هذا يكون الجهاز اللي ترند وراح يظلم الاجهزة اللي راح تنزل من بعده منو هذا غير جهاز الارغوس اي شوفوا معاي التصميم الجديد المختلف تماما عن معظم اذا ما كان كل اجهزة البودز اللي انتو شفتوها بالفترة الاخيرة من كل الشركات جهاز تصميم مختلف مواصفات الجهاز ايضا وطريقة الاستخدامة صراحة قاعد اشوفها جدا ممتازة وكملت هذا كله بودات فعلا ممتازة وانا من الاشخاص اللي واايد حبيتها يعني انا قاعد اشوف واحدة من افضل بودات هذه السنة اي هي بودات الارغوس اللي امانة قاعد اشوفها جدا ممتازة لا اطول عليك انزل معاي تحت خلا ووريك الجهاز اووريك ديزاينه حجمه شلون طريقة الشاشتين اللي فيه طريقة استخدامه وبعدين اقول لك خلاص تجربتي للارغوس اي من شركة الفوبو تابع ربيو ويلا شاب احنا نحن جاهزين نستعرض لكم جهاز الارغوس اي من شركة الفوبو مثل ما قلنا ان هذا يعتبر احدث جهاز من لاين الارغوس هذا هو بالنسبة لي شكل العلبة الخارجي وبالنسبة للون على فكرة شاب هذا واحد من اكثر الالوان تميزا على الجهاز الجديد اللي هو الارغوس اي من شركة الفوبو نبطل العلبة وياكم في البداية راح يبينويانا هذه العلبة الخاصة بالاكسسوارات اللي راح يكون فيها ما بين عندنا بود اضافي غير اللي يراكب على الجهاز هذا بود اضافي اللي هو اوما صفر فاصل اربعة المناسب جدا لاستخدامه على سحبة الشيشة ونحن احنا مجربينه من قبل مع اكثر من جهاز وعندنا كابل شحن من فئة التايب سي عندنا هذه الحافظة وعندنا اللينيارد حلو وموفرين اللينيارد بالاجهزة الاخيرة وهذا شغلة حلوة لامانة الاضافة حلوة للجهاز وبالنهاية عندنا دليل الاستخدام الخاص بالجهاز لانه في مواصفات حلوة وكثيرة بالنسبة لجهاز بود والحين احنا جاهزين للتعرف على نجم تقييمنا اليوم جهاز الارغوس اي من شركة الفوبو وشوفوا معاي الشكل والدزاين المختلف لهذا الجهاز اتواقع انتم الان شفتو معاي اكثر من مرة لما عرضت لكم اياه في معرض دبي لما اول مرة استلمناه شوفوا بالنسبة للدزاين الدزاين يعتبر شوي مختلف عن الدزاين المربع يعني على سبيل المثال هذا الارغوس البيتو وهذا الجيتو الجيتو اللي هو شكل القلم اللي احنا متعودين عليه تطور على مستوى الشاشة والبودات الارغوس اللي احنا متعودين عليها وعرفناها واحدة من افضل البودات اللي تواجدت او تقدمت من شركة الفوبو شكل القلم الشكل المربع وهذا الجهاز للامانة كنت اسميه فخر اجهزة شركة فوبو يعني اشوفها من افضل ما قدمت شركة فوبو على مستوى اجهزة البود اللي نزلتها بسنوات اللي فاتت بحكم الدزاين وايضا المواصفات للامانة شباب جهاز الارغوس اي نوعا ما خلاني ممكن اغير كلامي ان كان على مستوى الدزاين وايضا على مستوى المواصفات انزين اول شي لاحظوا يا شاب ان بالنسبة لي الدزاين صاير ما بين المستطيل اكثر من هو شكل المربع ما اخذ ناحية ثانية او طريج مختلف على مستوى الدزاين بالاضافة الا انه راح تلاحظون معاي انه مجرد جهاز بود لكن شوفوا معاي المواصفات اللي موجودة ويانه طبعا ما بين ذراع التحكم بالتهوية اللي احنا اعرفناه من قبل نفس ذراع التهوية اللي حدتها لو سكرتها للاخر في عندنا فتحة صغيرة مناسبة لي اعطاك سحبة شيشة اقصد سحبة سيجارة مكتومة والناحية الثانية عندنا زر التحكم بالشاشة ومواصفات الجهاز وعندنا زر لتشغيل واطفاء الجهاز يعني هذا الجهاز ما يشتغل عن طريق خمس دقات لا يشتغل عن طريق هذا الزر بالاضافة الي فتحة الشعن وبالمناسبة سعة مطارية هذا الجهاز 1100 ميلي أمبير حلوة لكن الحجم كان يعني توقعته 1200 أكثر من 1200 يعني مو فقط 1200 لكن ما زالت الـ 1100 ما زالت أوكي مناسبة لاحظوا إياي بالنسبة للزر راح تلاحظ أنه هو مكتوب عليه الـ OFF والـ ON وهو الحين على الـ OFF بمجرد ما نضغط هذا الزر يشتغل معنا الجهاز وعلى فكرة في هزة ولو تلاحظوا إياي نحن هنا شنصار صار عندنا شاشتين اعتمادنا مو فقط على شاشة واحدة راح تلاحظ معي هنا عندنا إضاءة الـ RGB مجموعة الألوان تعطيكيها لإستخدام كل جهاز وبعدين راح تلاحظوا إياي في البداية عندنا هنا عداد السحبات وعندنا نظام التشغيل وعندنا قارة الأوم بالإضافة إلى شعار فوبو والشاشة الثانية راح تلاحظوا إياي عندنا سعة البطارية إن كان عن طريق الشخطات هذه والخطوط مع النسبة المئوية بالإضافة إلى الواط اللي أنت بتسخدمه مع القفل حلوة طريقة الشاشتين هذه ما أعطتني نوعا ما راحة في شوفة أو طريقة أو أني أشوف كل مميزات الجهاز ووقت الاستخدام مثل بعض الأجهزة اللي نحن مستعودين عليها اللي هي البوكس مودز أو بعض الأجهزة اللي تكون شاشتها كبيرة وعطتني نوعا ما أو نوعا ما راحة في قراءة إعدادات الجهاز ووقت الاستخدام الجهاز نوعا ما ما راحة بعيد عن استخداماتنا عن هذا الجهاز لكن للاستعراض السريع في حال إذا كنت تبي تكفل هذا الألوان وأنت ما تبي الألوان تكون زائدة كل اللي عليك لنت نضغط مرتين شوفوا إياي هذه بالنسبة للشاشة واحده ثنين تنطفي معاك الشاشة ما تشتغلوا إياك أنا حتى وقت الاستخدام ما راح تشتغلوا إياك الشاشة وواحده عودة اثنين. ترجع مرة ثانية الشاشة. في حال اذا كنت تستخدم او تتحكم في مستوى الواط. واحد اثنين ثلاث. يصير عندك هني الفلاشن. وتوصل معاك الواط لغاية الثلاثين واط. قدرة هذا الجهاز توصل معاك لغاية الثلاثين. هذا هو بالنسبة لماكس باور. بالاضافة لانه هو اصلا الجهاز نظام السمارت في حال اذا ركبت عليه. بود باوم معين. اهو اردي رايح يحدد لك الواط المناسب له. حط لك من اربعة عشر الى سبعة عشر. نزلك هي لغاية 16 واط وإذا في حال 1-2-3 إذا كنت بتصعد أكثر ما رح يسمح لك أكثر من 18 واط ورجع مرة ثانية على الخمسة يعني الماكسيموم رح يكون 18 واط لأنه شنو قاري لنا بالنسبة حق 0.7 هذا هو بالنسبة لي طريقة التحكم بالواط أنزين شنو ندخل على المينيو المينيو هالمرة هي 5 ضغطات 1-2-3-4-5 شوف بالنسبة للمينيو أنت هنا عندك العرض لكن الكتابة فوق Usage Record اللي هو سجلات الاستخدام عندنا Lock في حالة كنت بتكفر الجهاز وعندنا المود ضغطة طويلة لاحظوا إياي شنو عندك الثلاثة انظمة عندك الباور اللي هو تحكم كامل بالواط وعندك الإيكو اللي هو النظام الاقتصادي وعندك السوبر في حالة كنت انت تستخدم Ohm 0.4 لاستخدامات سحبة الشيشة اللي هي تحتاج قوة أكبر وعلى فكرة شاب كل نظام تشغيل لا ثيم يعني لما تستخدمه يعطيك صورة معينة على سبيل المثال في حالة استخدمنا الباور إذا كنت بالباور ضغطة طويلة لاحظ عطاني الحين نظام الباور مثل ما هو واضح وياي في حالة استخدمت الحين شوف معاي الثيمة اللي تطلع على الشاشة صورة النار في حالة استخدمت نظام الباور واحد اثنين ثلاث أربع خمس بالنسبة حق المود الحين في حالة كنت تحطيه على الايكو نختار الايكو شوفوا الثيمة المختلفة شوفوا تغيرت الشاشة والألوان بالكامل في حالة إذا استخدمت شوفوا الثيمة كأنك قاعد تشرب عصير أو قاعد تشفط لاحظ أن هذه كأنها عود وقاعد تشفط الشغلات هذه الموجودة هذه بالنسبة لثيمة الايكو واحد اثنين ثلاث أربع خمس نظر ما زلنا على المود ننزل على السوبر نعطي شوفوا الثيمة المختلفة الحين شوفها مروحة وألوان مختلفة إذا سحبنا شوفوا المروحة يا السلام حلوة 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 المروحة شوفها شوفها يا السلام حلوة صد صد حلوة هذه بالنسبة لثيمة السوبر في حال إذا كنت بتستخدم نظام السوبر في هذا الجهاز شوف رأيكم بالجهاز شوف وعلى فكرة هذا المكان الخاص للعلاقة بصراحة أنا عندي وجهة نظر بحكم شكله لأنه مو مربع يعني شوفنا ما يكون شكله مربع أقول لك أوكي العلاقة تكون هنا على جنب لكن تخيلوا معي شوف لو كان في فتحة داخل الجهاز عرفتوا إلي هي الحفرة اللي تكون داخل الجهاز ويكون العلاق من هنا فتخيل شنون يتعلق وياك بهذه الطريقة فلما يكون على صدرك يكون شكله بهذه الطريقة شكل طوالي ما يكون شدي على جنب يكون شدي شكل طوالي أتوقع رح يكون شكله جدا جميل تقريبا هذا يعتبر كل شي لجهاز الأرقس أي بصراحة مواصفات وطريقة استخدام فعلا قدم شي جديد مميز جدا على جهاز بود أو من هذه الفئة فيه كم ملاحظة لازم أقول لك يا إن شاء الله على الاستخدام لكن إن شاء الله رح تعرفونها لما تصعدوا معي فوق ومن غير الكلوز أب شاب بالحين وأنا أعرض لكم بهذه الطريقة أنت شون اللي قاعد تشوفونه أمانة ما قاعد تشوفون فعلا جهاز مميز على مستوى التصميم الألوان وفوق هذا كله المواصفات اللي أنت شفتها وياي وطريقة الاستخدام الجهاز للأمانة في أول شغلة أقول لكم عنها أن تحس أول شي كوالة التصنيع جدا عالي وهذا يبين حتى على مستوى الوزن لأنه مصنوع من الزينك أعتقد الزينك ألوي لأنه وزنه مو ألمنيوم وزنه تقريبا الزينك ألوي طريقة الشاشتين اللي حط لك يا بحكم أنه يخليكها بشكل جدا مريح التعامل مع مواصفات الجهاز والتحكم فيها عندي وجهة نظر على مستوى التهوية شاب كأنها فيه شيء تغير عن البيتو والجي تو طريقة التشغيل صار عن طريق السلايد اللي هو فوق أو تحت وعندنا بالنسبة حق الزر اللي هو عشان تدخل على مستوى المينيو وتحكم بمواصفاته وفوق هذا كله بطارية 1100 ميلي أمبير مع بودات الأرغوس اللي خلاص أتوقع حين أنت وصلت مرحلة أنه بو فارس يحب هذه البودات ويوكل وحده من أفضل بودات سنة 24 إلى هذه اللحظة أوكي شفتم معي النظام التشغيل شاب وشفنا أنا نحن شفنا النظام الأنظام من قبل نظام الباور ولاثيمة الخاصة اللي هو تتحكم على مستوى الواط مثل ما أنت تتبي وهو أيضا نظام السمارت اللي على أساسه يحدد لك مستوى الواط المناسب للكول اللي أنت مستخدمه وعندنا الأكو اللي هو يخفف لك من قدرة الاستخدام وعندنا لك السوبر اللي هو وائد مناسب لاستخدامك لبودات الـ 0.4 في حالة كنت بتستخدم هذا الجهاز على الـ 0.4 اللي هو سحبة الشيشة شوفوا شاب واذكروا معاي وراح أسوي لكم الحين تطبيق عملي تذكرون لما استخدمت جهاز الجي تو تذكرون لما أنا استخدمت ووايد عجب من الجهاز وفعلاً ووايد حلو قلنا نهوة مطور بالـ AI وصوال فهذه نهوة نظام الشاشر الحلوة كانت هي نفسها بودات الـ Argus كل شي كان تمام شنو كانت ملاحظتي لو تذكرون ملاحظتي مع سحبة الشيشة سحبة الشيشة في حالة إذا فتحت التهوية على الآخر قلت لكم أن مستوى السحبة شوي محتاجة تكة أو تكتين علشان تعطيني مستوى شيشة أو سحبة شيشة مريحة نوعاً ما أقدر استخلصها من جهاز البود تذكر توقعت تذكرون معي بهذه النقطة المفاجأة وين أنها التكة والتكتين لقيتها هنا مع الـ Argus A غيروا التصميم الداخلي شوي مختلف عن الأجهزة اللي قبلها على هالأساس هي زادت معي مستوى التهوية اللي أنا قاعدة شوفها قدمت ليها بشكل صحيح لقيتها أنا بالآخر لقيتها بهذا الجهاز شوفوا نفس البود راح أطلك يا الحين على الجي 2 وراح أفتح التهوية على الآخر لاحظ التهوية على الآخر لاحظ أنه هنا عندنا التهوية مقسمة وهنا التهوية شنو مفتوحة على الآخر أنا الحين ذكرت هذا هو السبب الحين تذكرت أنا نسيتها النقطة هذي هذا هو السبب اللي خلى هذا الجهاز محتاج تكتين تهوية زيادة حصلناها بالاركوس اي لأن الفتحة مفتوحة على الآخر فعلى هالأساس دخل معانا كمية تهوية أعلى فوايد فادنا على مستوى سحبة الشيشة من جهاز بود نكمل التنشغل اسمعوا يا صوت التهوية نفس البود حطه على الاركوس اي والفتحة مفتوحة على الآخر وشفنا الفرد ما بين الفتحات اسمعوا يا لحين التهوية خلا حط لك التهوية نحط لهذه ايوه ايوه اي يا فوبو شذي صح شذي صح على مستوى سحبة شيشة من جهاز بود عطتني اياها الصح صح الصح وعلى فكرة انا حاط الصفر فاصلة سبعة شوفوا اياي وين الزر شوفوا اياي ترى انا حاط الصفر فاصلة سبعة مو صفر فاصلة أربعة فالصفر فاصلة أربعة انتم عارفين كل ما قل الأوم يزيد معانا الدياميتر او القطر الخاص بالكويل فراح يسمح لي فتحة أكبر فمعناتها هو أكثر واقدر ارفع من مستوى الواط يعني شيشة سحبة شيشة صح الصح ممكن استخلصها من جهاز بود انزين بفارس عرفنا ان عجبتك سحبة الشيشة سحبة السيقارة شلونها مثل ما انتم عرفتوا انما تصكر الفتحة بالكامل تطلع لك فتحة صغيرة اهموا اريدي محدديدينك اياها ويقولك ان هذا مناسب جدا لسحبة السيقارة بس اعملها مثل ما اهي بس اللهم بقلل من مستوى الواط واحد اثنين ثلاث لان انا احطه على ثمنتعش اوكي احطه على هو قال لي من اربع تعش الى ستعش انا ارفعتها ثمنتعش مرة ثانية احطه على خمستعش واط احطنا على خمستعش واط يا اخي شوفوا درجة وضوح الشاشة ممتازة انتم نفسكم تقنون قارنون وانتم قاعد شوفوا معي بالشاشة شوفوا درجة الوضوح فعلا ممتازة يلا احين نجرب سحبة السيقارة صح مكتومة انت بالنسب لك مكتومة بزيادة افتح شوية احين اوريك انا قاعد اشوفها سحبة السيقارة صحيحة حق اللي يحب الضيج نفتح شوية ماكو يعني يدوبش عراء خلا حطين من الميكروفون هذي اللي انتو تحبونها هذا المستوى اللي انتو تحبونه ممقصر معاك ان كان على سحبة السيقارة ولا ان كان سحبة الشيشة يا اخي فوبو شوف كانت بالنسبة لي فوبو يمكن ابعوذكم كان عارف يمكن اذا متابعني اخر ثلاث سنوات فوبو كانت دايما المركز الثالث دايما دايما تكون المركز الثالث يعني حتى ما توصل معاك المستوى الثاني بحكم شنو بوداتها او كويلاتها او مستوى الطعم اللي فيها اذا ضوبوا هذه السنة ممكن ممكن تاخذ المركز الاول اذا بالكثير الاول مكرر فهي بسببت هذه البودات بودات الارغس او لين الارغس ابدعت في هذه البودات وعلى فكرة شاب قلت لكم هذه البودات انا اردي من ايام ما كنت مستخدم او سويت لكم ريفيو الجي تو ترى هذا جدامكم شوف عينكم شوفوا شوفوا هذا هو شوف عينكم وخلال الفيديو اكثر من مرة استعملت لكم اياه وسحبت عليه مليون سحبة ترى هذا هو اللي قاعد شوفونا وهذا هو بالنسبة للجهاز لاحظوا اياه هذا الجي تو لاحظ حتى ما في اي رذاض وهذا بالنسبة لي جهازنا اليوم اللي احنا استخدمنا عليه بود قديم وشغال مئة بالمئة ومثل ما قلت لكم حتى على مستوى العمر من اكثر البودات اللي اتطولوا اياك فعلا بشكل جدا ممتاز لاحظا انا عجبتني الصراحة سحبة الشيشة واي عجبتني الصراحة الترند وبي جدارة وانا قد كلامي جهاز الاركوس اي او هو الترند وراح يتعب راح يتعب اي جهاز راح ينزل من بعده هذا الجهاز راح يتعبهم والله وانا اتوقع ان شاء الله اذا نزل بالفترة الجاية وجربته راح انتظر رأيكم في هذا الجهاز وشوف شو راح تقولون هل راح تتفقون معي ولا لا بالرغم من النظام راح تتفقون وياي لكن ان شاء الله ايضا راح انتظر رأيكم في جهاز الاركوس اي من شركة الفوفو جهاز الكمنافيا